السلام عليكم ورحبا بكم ان شاء الله كاملا تكونوا بخير اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة القهوة اللاشية والقهوة الصباح كما رأيكم تشوفوا البنات يأتي بثاف هاي القطني يأتي خفيف مكونات بسيطة وتوجدوه في وقفة على بني بثاف يعرفوا يحضروا هاد لدينا بصح فيها اسرار وفيها يعني مراحل لازم انتبعوهم باش يخرجنا البريوش تاعنا خفيف وقطني كما رأيكم تشوفوا لازم تجربوا هاد الوصفة باش تعرفوا يعني الضراوة هاد البريوش والخفة ويجي بزاف بزاف بني تتبعوا معي الفيديو وما تنسى فتخليوا بلي لايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والبرتاج واربياتيكم ما تسمنا وان شاء الله ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحذير عندي زوج كيسان حليم بيكون دافي الحليب بتاعنا دايما لازم ندفي بها شوية مع كاس ما يكون دافي الكاس تعير في 220 مليلتر نزيد عليهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز وكاس غير بعت على السكر كيما راك تشوفوا يعني هاد الكاس 220 مليلتر يكون ناقص دودوة نخلط مليح هكذا بالفوي نحاول كيفاش ندوب هاداك السكر شوية في الخليط تع الحليب والماء مع الخميرة هنا راح نزيد بياض حبة بيض ندير البياض وبالصفار نخليه باش ندهن به ندهن به من الفوق نزيد هنا نصف كاس تعزيد يكون عند هاداك الخط نصف كاس تعزيد وملعقة صغيرة تاع الملح ملعقة صغيرة كامل تاع الملح ومبشور حبة ليمون هنا نقدر نديره لفاني انا درت القارس وعندي هنا عطر الزبدة عطر الزبدة هنا اختياري تحبو تديروه تحبو ما تديروه نكتفي وار بالقارس ولفاني ولكن عندنا مبشور الليمون نخلط مليح هاداك بياض البيض والزيت مع الخليط نخلطهم مليح ونبدأ نضيف هنا في الفارينا حطيت هنا تلت كيسان تاع الفارينا مع نصف كيس خميرة الحلوى نزيد هنا ملعقة تاع الخل الخل اللي يكون متواجد عندنا في الدار هنا نسيت باش نحطوه في الول هنا الخل راح يعتبر كمحسن ورح يطينا خفة ويطيها شاشة للجينة تاعنا هاكذا ونخلط مليح هنا نقعد ننضيف الفارينا حتى لنتحصل على خليط يكون يتلاسق في اليد هاكذا كيما راكم تشوفوا دايما نغرب له الفارينا هنا في هات المرحلة نحاول كيفاش نخلط مليح الفارينا هاكذا باش تنحل المليح ما تقعدش مكورة نخلنا نخلطها مليح بالطريقة هاتين نقعد نضيف الفارينا حتى كيما قلت انت حصلوا على الجينة تكون طرية وتتلاسق في اليد هاكذا بهاد القوام هنا نجيب ملعقة كبيرة ونضيفها نضيفها نحاول كيفاش ندخلها هاكذا في العجينة مليح هاكذا نحاول كيفاش ندخل هاديك المارجين مليح في العجينة نضيفها هاكذا المرحلة المارجين تعاني هناك نحطوها في الاخير راح تطيق قوام بزاف هاي العجينة راح تجيخفيفة و الجينة مهوية نحطها هكذا العجينة تعي فوق البلاندو تخافاي ونحاول كيفاش ندلكها حتى اللي نشوف هاديك المارجين دخل تمليح نلاحظوا في اللي العجينة تعاني تكون تلسق شوية في البلاندو تخافاي انت تدخل هاديك المارجين في العجينة راح تتلاعم وتشد رحها شوفو كي ما راكوا تشوفو نجيب هنا يا الغي سيبيون ندهنوا مليح بالزيت نزيد ندهن العجينة شوية من الفوق ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى لي الضعف الحجم التاحا يعني خليها تخمل حتى لي نشوفوها ضعفة في الحجم هنا يا بعد ما ضعفت الحجم التاحا كي ما راكوا تشوفو بعد ما خليتها مدة كيشتها هاكذا طلعت نعود نديقازيها نهبط لها كامل هذه الخمور نحطها فوق نحاول كيفاش نشكلها بهذا الشكل ونقطعها الى قطع وهذا الكمية يعني راح تمدنا كمية مما شاء الله حتى تخرج كمية كبيرة راح الى ديروهم شوية صغر تعطيكم حتى الخمسة وثلاثين حبة عقدان نحاول انا يا كيفاش نوزنهم انا وزنتهم هنا يا نقدر نوزنهم من سبعين حتى الى ثمانين غرام هاكذا نشكلهم كامل مليح بعد ما نكمل شكلهم نجيب المرتعي ليكونوا تتهنتوا بشوية وشيتوا مليح بالفارينة ونحاول كيفاش نحط هادوك الكورات الداخل نحاول كيفاش نبعد غير شوية ما بينتهم ماشي بزاف كما راكم تشوفوا هاكذا انا انا يا العجينة تاعي وزنتها سبعين غرام على حسب المول والحسب الكبر تاع المول بتاعكم هاكذا نعاود نغطيها بكيس بلاستيكي ونعاود نخليها تخمر مرة اخرى وبالنسبة لهاد العجينة اللي بقات انا يا وزنتها ستين غرام في هاد المول هاكذا كما شفتوا يعني كما راكم تشوفوا حطيتلو كويسان من الفوق كما نقدروا ندهنو بالمارغارينة ولا بالزيت ونرشوه بالفارينة نحاول كيفاش نبعد شوية ما بينتهم ونعاود نخليهم كما راكم تشوفوا نغطيهم بالكيس بلاستيكي ونخليها تعاود تخمر انا يا نخليهم واحد اربع ساعة يعني يكون كافي هاكذا هنا نجيب هادك الصفر اللي كنت خليته ودلت له شوية على القهوة وشوية على الحليب وندهن كامل لاجينة تاعي من فوق هاكذا ندهنها مليح انا يا الفرن تاعي البنت اه كنت يعني نشعلوه مقبل ونخليه وهي يسخن على مية وثمانين درجة يعني على الاقل نشعلوه باربع ساعة مقبل ولا عشرين دقيقة بش يسخن مليح نكمل دهن كامل لاجينة تاعي بعد ما نكمل دهنها كامل بصفر البيت نجيب هايا شوية على الجلجلان ونحط لها من فوق هايا تزيين يبقى اختيارين نقدروا نديروها غير سكر كما نقدروا في الاخير نرشوها بعد ما طيب نرشوها بالسكر ولا نحط لها شوية على الكوكا ويفيلي ولا كوكا ومحمص ومرح يخشين هنا يا اختياري انا دلت لها الجلجلان هكذا وزدت لها شوية على السكر من فوق نزد لها شوية السكر هنا راح يمثلها يعني اه لون وجينا شابا هنا يا بعد ما نكمل كامل كي ما راكم تشوفوا راح نحطها في الفرن اه الى كان الملتعكم تخافوا يحرق العجينة تنحرق لكم من تحت تقدروا تحطوها في سنيوة وتدخلوها للفرن على مية وثمانين درجة كي نشوفها تحملت في الاطراف نزيد نتشعلها من فوق حتى لي تدي لون كي ما راكم تشوفوا يعني جات ما شاء الله جات بزاف خفيفة طرية والريحة تحا ما شاء الله شوفوا كيفاش جات ما شاء الله هنا يا بالنسبة للطياب تحا كي ما تحبوا انا نحبها شوية تكون محمرة كي ما نقدرون نطيوها غير لون يكون خفيف وننحيوها هنا يا بعد ما نخرجوها من الفوق نغطيوها نجيبو طرشون ولا ونغطيوها شوية نخليوها شيئة تبرد ونقسموها نحاول كيفاش ننحيها كامل من الاطراف بالمس باش ما تلسقش هاكده ونقلبها هاكده في الطبسي وشوفوا كيفاش جات 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 بزاف بزاف هيلة احنا يعود تقلبتها نفس الشي بالنسبة لهذه السنية والاخرى بعد ما طيبتها وحمرتها يعني جاو ما شاء الله وصفة بزاف بزاف هيلة وسهلة مكوناتها بسيطة ونوجدوها في وقفة شوفوا كيفاش جات يعني جات ما شاء الله احنا يا الامانات بعد ما خرجتها دهنتها بشوية تعالى المعجون كيما نقدروا ندهنوها شوية بالعسل ولا نديرو لها شوية سكخوكلاس من الفوق يعني وصفة تستحق تجربوا بذي بزاف بنينا جربوها على ثمانتي ماركم شو حين تندمو تبالين بزاف مع قهوة العشية اولا قهوة الصباح وهذه هي الوصفة عنها اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم الى عجبتكم البنات ما تبخلوش عليها بجام والاشتراك لماذا لم اشتركش اشتركوا فعلوا الجرس بش يوصلكم كل جديد وبرتجيوا الوصفة مع الاصدقاء في المواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة وابقى اليوم نقولكم تهلا في ربحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة